الآن لدى القوات الجوية الأمريكية برنامجان للأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وهما أسلحة الاستجابة السريعة التي تطلق من الجو الذي يرمز إليها بـ ARRW ومفهوم سلاح التنفس فوق الصوتي الذي يرمز إليه بـ HAWC وكلاهما في مرحلة التطوير وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية أعلنت شركة لوكهيد مارتن والقوات الجوية الأمريكية أنه تم بنجاح اختبار أسلحة الاستجابة السريعة التي تطلق من الجو في قاعدة إدواردز للقوات الجوية في ولاية كاليفورنيا وتخطط القوات الجوية الأمريكية لتشكيل الكدرة القتالية الأولية في عام 2022 بينما شهد صاروخ آخر تفوق سرعته سرعة الصوت فشلا وفقا لمجلة القوات الجوية الأمريكية اختبر الجيش الأمريكي مؤخرا النموذج الأولي لمفهوم سلاح التنفس فوق الصوتي ومع ذلك فشل النموذج الأول عند الإطلاق لسبب ما فاضطر إطلاق النار التجريبي للتوقف ما أوجب تأجيل الإطلاق التجريبي الذي كان من المقرر أن يكتمل قبل نهاية العام حتى عام 2021